لم تتردد قيادتا حركة أمل وحزب الله في اتخاذ قرار بعودة الوزراء المقربين منهما إلى المشاركة في جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فالحزبان قرر المشاركة في جلسات الحكومة المرتقبة لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي المالي والاقتصادي مع التمسك بتصويب المسار القضائي في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القرار ترك ارتياحا لدى الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي قالت مصادره للميادين إن الخطوة تعبر عن حس بالمسؤولية ولا سيما بعد الإخفاق في عقد الحوار الوطني وهي أيضا استجابة وأهم شيء لا الضرورة للملحة لمعالجة أوجاع الناس استجابة للناس أيضا والشعب اللبناني يتطلع إلى معالجة وإجراءات إمقاطية مصطوبة أن تحصل كتلة الرئيس ميقتي أثنت على القرار وأكد النائب نقول نحاس أن الحكومة ستعود للاجتماع خلال أسبوع وأن الموازنة ستقر حتمية الجزء الموازنة هي قدامنا حتمية اجتماع الوزرية هي قدامنا الوقت كثير مهم بس ما هو يعني اللي بده يحدد مصير العملية أو لا إذا ما أسبوع اجتماع ولكن هي حاصلة حسنا مراقبون يؤكدون أن دوافع قرار العودة تكمن في مقاربة جديدة لفك الارتباط بين قضية العودة إلى جلسات الحكومة والارتياب من أداء القاضي طارق البطار الشأن الاجتماعي والمعاناة اليومية للناس كانت الهاجز الأساسي الذي افترض انعطافي بالمقاربة فك الربط بشكل جزء على الأقل حتى الآن بن موضوع الحكومة وموضوع أضيط الآضي بطار أصداء قرار أمل وحزب الله انعكست أيضا على سعر صرف الدولار مقابل الليرة فسجل مزيدا من التراجع بعد الرابع العشرين كانو الثاني يناير ستعود جلسات حكومة رئيس نجيب ميقاتي للانعقاد بعد قرابة مائة يوم من التعليق فحركة أمل وحزب الله قرر عودة الوزراء المقربين منهما إلى المشاركة في جلسات مجلس وزراء فيما يرتقب أن تسلك قضية المحاقق العدلي في انفجار المرفأ طريقها إلى الحل وفق الدستور عباس صباق بيروت الميادين